اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شعيرة وسنة مؤكدة الأضحيات أي عايزة أعرف من حضرتك مين يجب عليه أنه يضحي وإيه هي الشروط الواجب توفرها في الأضحية طيب خلينا نقول أن الأضحية أصلا عند جمهور العلماء أنها سنة وليست واجبة إلا الإمام أبو حنيفة هو اللي قال واجبة وإحنا بنقول أن الوجوب والنتب دوت في الحاجة لما بيرجع على حسب استطاعتك وامكانيتك يعني فيه واحد ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه ويقدر يعمل أضحية واثنين وثلاثة فده يعني مش هيسأل أن الضحية واجبة ولا مندوبة يعني أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به ويكفي أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاش عليها وحافظ عليها صلى الله عليه وسلم وهي سنة أبينا إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم ويكفي أنها تغفر صاحبها وإن الدم لاقعون الله بمكان فطيب بها نفسا وإنها لا تأتي يوم القيامة بأشعارها ووقرونها وأظلافها تغفر صاحبها يوم القيامة إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل البعض فأي حد عنده إمكانية أنه يتحصل على المغفرة أو يعمل عمل يغفر له ذنبه أكيد مش هيقعد يسأل هي سنة ولا واجبة لأنه بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به أن المفروض الواحد بيتلكك أنه يتزايب أقريب لربنا سبحانه وتعالى وحصا في الأيام دي دي أيام النبي عليه الصلاة والسلام قال أمام من أيام العمل الصالح فيها أحبر الله من هذه العشر طب ثانية واحدة بقى هل أنا يعني لو ظروفي مش عظيمة يعني مش عندي أموال كتير ولا غنية قوي ولا حاجة ولا أنا معدمة بس فكرة أن أنا يعني والأطحيات نسبيا بأدغالية طبعا غير قبل كده هل ينفع أدخر أبقى مدخرة علشان أضحي أو هل ينفع أعمل جمعية مثلا وأبضها دلوقتي يبقى كأنها يعني مؤجلة أن أنا بتفعها كأني بالتقصيط يعني بس مع جمعية أو حاجة بنعمل مع بعض كده جمعية هل ده ينفع؟ العلماء لما تكلموا في الموضوع المقدرة على الأطحية دي تخيالي قالوا إيه؟ قالوا أن اللي يجيلوا فلوس حتى في يوم من أيام العيد ويبقى معاه فلوس يقدر يضحي بيها يعني أنا ممكن قبلها ما كانش معايا وبعدها مش يكون معايا لكن أنا في اليوم ده تحديدا ربنا مثلا فتح لي باب رزق واشتغلت أو جات أديات أو جات كده منحة أو حاجة أيوة ينفع أن أنا أضحي آه ينفع تضحي فبقت مسنونة في حقك يعني حرص من العلماء لأن الإنسان يستفيد بالأطحية وأجر الأطحية طب فكرة الإضخار أحوش عشان الأطحية آه ينفع عشان الأطحية لأن ده عمل صالح أنت بتتقرب بيه لله سبحانه وتعالى حتى العلماء قالوا أنه لو أنت في واحد مثلا عارف أن أنا مثلا جاي لي فلوس بعد شهر بعد أيام الأطحية هقبض مثلا مرتبي آخر الشهر ولا حاجة مستني جمعية هتجيني زي ما حضرتك فضلتي وقلتي ينفع استلف آه ينفع تستلف ما فيش مشكلة خالص طالما أنا خلاص حق في نياتي يا سدها وأنا عارف أن إن شاء الله جاي آه أنا عارف أن أنا جاي لي بس أنا قدرات لأن العبادة دي هو ده وقت الأطحية وده والعبادة بتاعته إحنا ليه بنكثف الجهد في الكلام عنها وبنقول أن ربنا سبحانه وتعالى يسر على الناس في مسألة الأطحية لأقصى درجة أنك أنت تتوكل حد عنك ماشي لو أنت مش قادر ومش فاضي أو مش متاح لو أنت مسافر بره وعايز تتبع الأطحية بتاعتك في بلدك فبالوكالة ما فيش مشكلة ما معاكش فلوس دلوقتي وينفع تستلف ليه لأن ده العبادة الوقتية بتاعتها فكل عبادة وقتية الإنسان يحرص أنه هو يؤديها بكل ما أتي من قوة ومن جهد حتى لو كان على سبيل أنه هو هيستلف ويسدد بعدين ما فيش برضو مشكلة خالص ده أمر متاح وده مهم جدا أن احنا أصلا نعمله ودي خطوة نحرص عليها أننا يكون ليه نصيب في الأطحية وفي الأضاحي في هذه الأيام لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعرف حضرتك أن هذا الدين الله سبحانه وتعالى جعل فيه تفاضل في أشياء فيه تفاضل في الأيام فيه تفاضل في الشهور فيه تفاضل في الليالي وفي البشر وفيه تفاضل في الأعمال فيه أعمال الله سبحانه وتعالى جعل فيها تفاضل وفيه تفاضل في البشر زي ما حدك تفضلت وقلت فهذا اليوم الله سبحانه وتعالى جعله يوم له فضل وقال إن هذا اليوم علمنا كده النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم الفضل اللي فيه فيه قربة معينة تعملها فيه حشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنك أنت يعني تصل الرحم فقط ولا أل تقرأ قرآن فقط لا أل ما عمل آدمي في يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهرقة الدم هو ده العمل الذي اختاره الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم زي ما ربنا اختار لنا في شهر رمضان الصيام واختار لنا في يوم عرف الوقوف بعرفه والحج وده العمل العظيم في هذا التوقيت هو ربنا سبحانه وتعالى اختار في هذا اليوم ده العمل عظيمة بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى طبعا لما يكون ده عمل عظيمة عايز أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يبقى أنا أستعدي ليه إزاي؟ عشان كده العلماء لما يقرأوا في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يستوي إنكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ألاقي أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا ففي عمل ده أنفق وده أنفق وده قاتل وده قاتل لكن واحد قبل الفتح وواحد بعد الفتح اللي أنفق قبل الفتح أعظم درجة إحنا برضو كده ممكن طول السنة كن بأعطعم إطعام صح وده لا أي بأشارك في إطعام الطعام وبأعمل صدقات وبأخرج صدقات كترة جدا لكن اليوم ده تحديدا الفضل بتاعه مش هتساوي مع أي يوم تاني هتاخد حسنة أعلى اللي فات إن شاء الله بإذن الله تعال لكن اليوم ده الأجر اللي فيه هو ده مش هيتعوض لا يستوي ولكن أعظم درجة ففي اليوم ده الأضحية فيه أعظم عمل تتقرب بيه لله سبحانه وتعالى وتعمل طب إيه الشروط بالله حضرتك بك أنت تسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم علمتنا أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشرة ذي الحجة الأيام اللي احنا فيها ده ففيه ناس بتبقى بتضحي وناس بتكون في الحج اللي في الحج عليه الهدي خلاص لا أضحية على إيه على الحج ربنا يكتب لنا يا رب في أهل الحج يا رب العالمين يا رب فالنبي صلى الله عليه وسلم إدانا إيه بعض التعليمات كده السنن المستحبات المندوبات يعني عشان الإنسان يبقى مهيئ كليا أننا بقى أعمل عبادة عظيمة في هذه الأيام العظيم فقال إيه إذا دخل أو إذا أهل هلاله ذي الحجة زي ما احنا في أيام ذي الحجة دلوقتي العشرة دي وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا لا تقص شعرك ولا تقص ضغفرك أي طيب ده في حق مين يعني أنا دلوقتي أنا رجل في بيتي أو أنا سيدة في بيتي السيدة ديتها تضحي فالأضحية ديت بتبقى عن نفسها وعن من تعولهم يعني لو هي معها حد في أولادها أو هذا الرجل عن نفسه وعن من يعول طب أنا هذا النهي أن أنا ما قص الشعري ولا ضغفري ليه وكل المعافي الأضحية اللي أنا بدخلهم معاهي في النية لا عن نفسه إيه أنا بس أيها لا قص ضغفري ولا لا قص ضغفري ولا أحنا إيه في العشر أيام دول في العشر تيام تمام وده على سبيل الاستحباب ماشي مش وجوبي يعني يعني لو حد عمل كده مثلا في حد ظروف مثلا واحد بروح الجيش مثلا فلازم يقص شعر فلازم هيحلق وبيقص شعر طب هنا نقوله إيه لا مش هتبطل الأضحية ولا هتنقص الأجر ولكن هو إيه دع على سبيل الاستحباب أن الإنسان بيستحضر هذا الأمر يعني حتى أن بعض المعافي قالوا أنه هو تشبه بالإيه بالحجيج تشبه جزء بالحجيج أنه هم أو المحرمين اللي هو المحرم لا يقص أظافر ولا يفتي نواهي أو محذرات الإحرام طب الأمر الثاني فيه شروط خاصة تاني برضو بالمضحي النية بتاعته تكون نية الأضحية نية التقارب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أنا ممكن أذبح ذبيحة في واحد بيذبحها عشان عقيق فيقول لك يا جات مع اليوم العيد نعملها للعقيقة مرة وقبله لا حيتحك على ربنا بقى لا هو على فكرة فيه رأيهم العلماء بيقول ينفع بس يجمع النية يعني ما يقولش أن أنا هعمل عقيقة ابني يوم العيد ويبقى دي نية العقيقة فما جمعش معا نية الأضحية هل ينفع أحط نية أخرى معا نية الأضحية جمهور العلماء قالوا ما ينفعش لأن ده عبادة مخصوصة بذاته ولكن يعني فيما ذهب السادة الحنفية قالوا أن ينفع أن أنت تجمع معها العقيقة مع الأضحية العقيقة فقط العقيقة بس لأن ده مراد منه الذبح وده مراد منه الزبح أنا ليه بفكر بموضوع النية لأن في حد يمكن يبقى ندر ندر يقول أن إن شاء الله لو ربنا كرامني هدبح خروف هدبح خروف أو هدبح مثلا دبيح فييجي يوم العيد يقول لك خلاص نتبح يوم العيد وتبقى إيه تبقى لتنمع بعض أيوة فهو هنا ما بيفطنش إن ده ده عبادة مخصوصة وده عبادة مخصوصة لا العبادة الأضحية عبادة مختصة بذاتها فيها نية الأضحية بنيت التحرم إلى الله سبحانه وتعالي يعني الحنفية فقط هما اللي قالوا أن نجمع نقدر نجمع بين الأضحية وبين العقيقة فقط وبين العقيقة أيو مش مثلا يكون عندي ندر يا رب لو بني نجح في ابتدائية هدبح له خروف هنا لا هنا ده ندر بنيت الندر مش بنيت العقيقة مش بنيت الأضحية لا ينفع عاج معنية الندر مع الأضحية ولا ولا مشكوك فيها لا لا طبعا لأن الندر خاص ندر ده عبادة يعني زي ما يفعش تصل للدهر مع العصر لأنه خلاص دي بقيت عبادة واجبة أصلا يعني الندر ده صهر واجبا الإنسان اللي أوجبه على النفس فأنت بتعمل عبادة واجبة ما يفعش أن تجمع معها الأضحية اللي هي مخصوصة بذاتها طب فيه أمر تاني برضو من الحاجات اللي بيقع فيها بعض الناس فيه الأضحية إنه هو يعطي الجزار جزء من الأجر بتاعه من الأضحية الفروة مثلا من الأضحية لأ جزء ممكن يدور 2 كيلو لحمة ولا حاجة فيه ناس بتعمل كبير ده خطأ كبير جدا ما ينفعش يتعمل طب سؤال ليه بس في 30 ثانية بقدر أنه حنشوف تقرير هل ينفع هو المفروض الأضحية تلتر للبيت لأهل البيت وتلتر للمساكين وتلتر الأقارب طب لو الأسرة فيها مساكين هل ينفع تحت مظلة الأقارب هل ينفع بقى التلتر للبيت والتلتين للأقارب آه ينفع ولو فيهم مساكين بقى كمان أما هو أصرف التأسيمة دي أحسن تأسيمة العلماء اتفقوا عليها لأن فيه يعني كل ما رأيه استحسان يعني فيه سنة من السنوات النبي صلى الله عليه وسلم نشاهده بنقول كله وأطعمه واتدخله وحوش في البيت شيء اللحمة عندك في الريزا نوات النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن حد يتدخل أي شيء من اللحوم آه ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا النهى في حين أنه هو اللقاء يتدخل أي لأن هذا العام جاء كثير من الفقراء إلى المدينة فالفقراء كثرو ففي أعوام المجاعات والأوقات اللي فيها الصعوبة يعني زي مثلا بغلاء الأسعار الأزمات اللي موجودة اقتصادية في العالم لا 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 هنا في الوقت ده بقى لا يفضل أن أنت توزع كل حاجة لأنه فيه ناس بتستنى الكلام ده وتستنى هذه المواسم عشان تطعم من هذه الأطحية ومن يؤمن حضرك في بركة الأطحية دي الواحد يقول إيه؟ هو أنا ضمن أعيش عشان أتخر؟ لا خلينا لا ومن بركتها مرضو الأكل وطعام من الإنسان يأكل من الأطحية من البركة الأطحية نفسها يعني برضا تمام تمام لأن ده أمر بركة يرجى البركة منه فيأكل منها وربنا يتقبل من الجميع اللهم بأمين طيب حساسا حضرتك نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا يعني إيه سق الأطحية؟ أريد أن أؤصل لكم مسألة الأصل أن الإنسان يقوم بنفسه بالأطحية يتطور العصر فنحتاج إلى من ننيبه أن يذبح عنها والآن العصر المتطور ننيب شخصا مثلنا هذا أمر صعب نحل مشكلة بمشكلة وإنما حتى تحل المشكلة هناك ما يسمى بسق الأطحية فننيب مؤسسة مؤسسة تختار الأطحية مؤسسة تراعي شروط الأطحية مؤسسة تبعد عن عيوب الأطحية مؤسسة تسبح الأطحية في وقتها مؤسسة عندها قاعدة بيانات حتى توفر اللحم لأكثر الناس احتياجا في الرقعة المصرية ومن هنا كان حرس مؤسسة نب الحياة كما يحرس المضحي والذي يقدم هذا اللح لله سبحانه وتعالى أيضا المؤسسة تقوم بإعطاءه الثلث الخاص به يصله إلى ذلك البين النهاردة مؤسسة نب الحياة بتضمن لحضرتك وصول أطحيتك للمكان الصحيح للناس المستحقين وحضرتك بتشوف ده بالصوت والصورة عن طريق بث مباشر لكل الأضاحة اللي بيتم ذبحها في أيام عيد الأطحى بث مباشر لكل واحد ساهم مع مؤسسة نب الحياة بتقول هذا عن فلان ابن فلان والأطحية الثانية عن فلان ابن فلان ولو اشترك في الأطحية أضطر من شخص بتذكر عدد الأشخاص اللي اشتركوا في الأطحية مؤسسة نب الحياة بتقوم بكل ده علشان خاطر توصل رسالتين مهمين جدا الرسالة الأولى أن أمنتك وصلت للمستحقين وده المعنى الحقيقي لأداء الأمانة الرسالة الثانية المزاقية في توصيل أداء الأمانة كل ده هدف مؤسسة نب الحياة علشان كده نب الحياة حط إيدك معها في حملة الأضاحي وكن مطمئن إن الله سبحانه وتعالى ليغفر للمضحي ذنوبه وذنوب عياله بأول قطرة تقع من الذبيحة وإنها تقع عند الله بمكان قبل أن تقع على الأرض فطيبوا بها نفسا وهنيئا لكم كل العام وأنتم بخير سؤال بقى برضو يعني فكرة الإنابة أو الوكالة إن أنا أوكل مثلا مؤسسة محترمة ويعني زي مؤسسة نب الحياة في إنها تبقى وكيل عني أو نائب يعني ينوب عني في فكرة إن أنا أضاحي لأن في منافع كتير جدا جدا في فكرة الإنابة دي الحقيقة أهمهم بالنسبة لي وحالك هتكمل يعني فكرة إن اللحوم دي بتوصل لأماكن شديدة الاستحقاق للحوم شديدة الاستحقاق يعني الناس ما بتشمي شرحت اللحمة وغير في العيد في الأماكن دي يعني تفضلا مؤسسة نب الحياة عملت راسة ودخلت حتى البيوت دي من خلال يعني مرات سابقة مثلا من الوصلات أو بتاعهم وشايفت مستوى الناس كلمني عن الفكرة دي هل فكرة الإنابة دي هي فكرة شرعية الإنابة فيه نوع من الإنابة النوع الأول أن ينيب المرء نفسه عن الناس إن أنا أجعل نفسي نائب عن الناس فإن أنا أهب لهم ثواب الأضحية ده اللي عمله سيد النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحه ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين الأول عن نفسه وعن آل بيتي اللهم هن هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم والتاني قال اللهم هن هذا عن فقراء المسلمين وده هو أناب نفسه عن المسلمين صلى الله عليه وسلم في أن يضحي عنهم وعن فقرائه ففي حد ممكن يتأثب النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل كذا وده أناب طبعا مستحسن ومشروع والأمر الثاني هو أن ينيب غيره عنه اللي هو بالوكالة بقى يوكل غيره أنه هو يذبح له وده أمر شرعه الشرع أو أمر مشروع لما فيه صالح المسلمين لأن فيه إنسان لو ما أنابش حد عنه هتفوته أو هيفوته أجل الأضحية فهنا بيحتاج أنه هو ينيب حد عنه المسافر زي ما قلت لحضرتك مريض عنده أي ظرف يمنعه أنه هو يباشر الذبح بنفسه أو يباشر أنه هو يشتري دبيحها ويقطعها ويوزعها فمش عارف يعمل ده فبينيب عنه غيره لما فيه صالح المسلمين لأن الأصل في النابة أنها تلفع يعني إيه تكثر النفع وفي حد مسافر يعني مثلا لحد من إخواتنا اللي في دول أوروبية أنا اتفاجئت أنه هم بيوكلوا كتير جدا هنا عنهم في مصر ما فيش عندهم الأمر ده مش أول حاجة الذبح الشرعي يعني في بعض الدول هناك ما فيش عندهم ذبح شرعي أصلا أهي أهي صح الأمر الثاني أنه هو ممكن ما يقدرش هو معدوش خبرة كافية أنه هو يقدر يعرف الدبيحة دي موافقة للشروط الشرعية وده لأ من حيث السن أنه لما يروح لحده أصلا مش مؤمن بالشعيرة بتاعتك فمش هيقدر يعني إيمتها أو معناها أو المرجو منها ايو مش هيقدر حرصك على أنها تكون موافقة لهذه الشروط المعين فبالتالي بيعمل إيه؟ بيوكل في الدول الإسلامية عنه مؤسسات زي مؤسسة نبض الحياة بيوكل عنه الأمر الثاني أنه هو بيبقى عارف أنه في دولته وفي المكان اللي هو فيه فيه فقراء وفيه من الناس محتاجين أكثر احتياجا فعشان كده النفع بيعم عشان كده من هنا قلنا أن مسألة الوكالة في الأضحية هي أمر لعموم النفع وأي حد عاوز النفع يعم أكتر بيبحث في مسألة الوكالة خصوصا إذا كان هو مش قادر أنه يوصل لعدد أكبر من المحتاجين فبلاقي المؤسسة بتقدر توصله مش هيقدر يوصل للناس اللي هي فعلا ما بت يعني هذا الأمر بالنسبة لها عيد حقيقي مش عيد معنوي أحيانا بيبقى فيه الرمزية فيه ناس بتستاني العيد ده واتكر رمزية بس أو شعيرة من الشعائر لكن ولا يمثل ليه شيء إضافي في الدخل فقا ما بيجيليش مثلا الهدايا ما بيجيليش يعني إيه فبالنسبة له ما بيجيب ينتفع فيه انتفاع مادي بقدر الانتفاع المعنوي لكن فيه ناس كتير جدا من أهلنا اللي موجودين فقرة ومحافظات ونجوع ودول اللي بتتعرف عليهم المؤسسة بحكم عملها وطبيعة عملها وبحكم الملفات اللي هي بتشتغل فيها فالعيد بالنسبة لهم عيد مادي ومعنوي لأنه هو بيجيلي حاجة مادية زي مثلا هدية اللحم والأضحية فهو بينتظرها عشان كده الوكالة أمر مشروع وأمر مهم جدا جدا ونحرص أن احنا ندعم أمر الوكالة خصوصا إذا كان الأمرين موجودين يعني احنا إمتى نقول نخاف من الوكالة لو لقينا كل الناس بقت بتوكل ليدبح عنها ومفيش حد بيبشر إيه هذه الشعيرة بنفس لكن لا فيه جزء كبير جدا وقطع عارض جدا من الناس من المسلمين بيمارس هذه الشعيرة وبيبشرها بنفسه وفيه ناس بتوكل وفيه ناس بتعمل اللي اتنين عايز يبسط نفسه أنا حاولي أحضرك على حالة برضو بعد إذنك حصلت وانا طبعا احنا مش مفتيين يعني مش هنفتي بس هم استفتوا كده قلبهم مجموعة من الإخوات هم يعني ظروفهم المادية الحقيقة مش عظيمة يعني ولكن قرروا انهم يبقوا مع نبض الحياة وياخدوا سك بقر يعني سك من بس مجموعة الإخوات دول مفيش واحد فيهم حيقدر يدفع تمن الساكل واحد فعملوا ايه قالوا احنا كنا نجمع من بعض ونعمل الأطحية دي باسم أبونا أو باسم العيلة أو هو ربنا عارف ان احنا معندنا شغل كده فاشتركوا تقريبا أربع خمس أخوات في الصبح الله الله يعني ده حاجة كويسة هقولك هقولك كويسة من أي جهة ده هم حتى أنا قلتهم عندما كنت عملتوا صادق قالوا احنا عايزين أطحية هعيدلك السؤال بشكل تان لو انت حضرتك حد جالك دلوقتي وقالك أنا ها أهديكي أضحية أو ها أهديكي تمن أضحية سبع سك أضحية وأنا ها أهديكي دي تقبل ولا تقبل يعني انت تكتب فيه من ضحيت ولا لأ هل شرط ان الانسان يضحي بماله فيه مفهوم خاطئ عن دين هو ليه لازم الانسان يكون هذا الدين لم يأتي للتعنت الناس مش متعب ولا مرهق للناس ولا فيه إجهاد للناس بالعكس ان هذا الدين يسر ومن يسر الدين ان ممكن الانسان يعني يكتب في حسنات وعبادة عظيمة زي الحج مثلا وزي الأضحية مثلا من غير ما يدفع فيها جنيه واحد حد راح أعطاك مبلغ هادية وقال لك والله المبلغ ده ليك انت عشان تجيب بيه أضحية هذا المبلغ صار حق ليك ومال ليك فانت جبت بيه أضحية انت مدفعتش ولا جنيه بس كتبت في الأضحية وكتبت ليك انت بقى هنا تجمعي معاكي دور اخواتي مثلا هم بقى عملوا ايه الحركة اللي عملوها انت حضريك وانت بتتكلمي قلت قلت ان هم جمعوا من بعض وقالوا ان الأضحية ديت لأبونا هو الأب كأنه هو اللي ضحى ويجمع بناته معاه في الأجر يعني هم كأنهم ادوا هدية لولدهم ايوة خلاص انت بجمعولك المبلغ وانت اشتري بقى المال ده السلهادية بتبقى ملكي لك انا لما اجيب لحضريك هدية والمال يهدى بقى ملكك فانت ملكك دي انت جبت بقى الأضحية لان من مالك الخاص دلوقتي من ملكي ليك فانت بتجمعي معاهم الأجر ايه في النين وبالمناسبة على فكرة الأضحية نفسها ينفع منها الصدقة يعني بعض الرلماء قالوا ان هو ينفع ان انت تتصدق من لحم الأضحية بس هم نيتهم هم عايزين أضحية يعني كنت كل واحد بالفنوس معادي عمل صدقات وفي برضه احنا يعني 500 جنيه تمن صدقة في اللحوم احنا عايزين يبقى اسمها أضحية وربنا يا رب يتقبل منهم يا رب يتقبل من الجميع الخير ويتقبل من حضراتكم واللي لسه ما خادش القرار لا خد بقى القرار ده خلاص ده كم ساعة والعيد جاي فارجوكم اخدوا القرار بسرعة وحتشوفوا الخير يعني او مش عايز اقول مش هتحرين يعني في فكرة ان انا انتظر الخير ولا لا بس فكرة ان رضى ربنا وامتسالا لأوامر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نطيع في هذه الشعائر وفي اي قرآن تقول ومن يعظم شعائر الله شعائر الله فانها من تقوى القلوب من تقوى القلوب فانت هتبقى من المتقين وشوف بقى جزاء المتقين وفي الاية لا ينال الله لحوم وهو لا دماء ولكن يناله التقوى منكم فهي مدار العبادات العظيمة كلها ان الانسان يتحصل على التقوى يا رب يكرمي جميع 15 740 ده الرقم الساخل لمؤسسة نبض الحياة يلا بقى حالا يلا بقى في الخير ما نتأخرش ونقعد نفكر ونقعد نتأمل واصلي خلوش تاني يغلبكم حالا يا جماعة حالا او حالا نخد القرار لو ما معاكش فلوس الساك كله اتصل باخواتك اتصل بقرائب بجرانك يلا يا جماعة نشترك ده يعني مرة واحدة في السنة ربنا يا رجيكم هسأزل حضرتك نشوف تقرير اللي جاي ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا يقول الله تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ لو نظرنا في هذه الآية بألفاظها الدقيقة لو وقفنا على معاني عظيمة من هذه المعاني وأهمها أن الماء حياة من أجمل المشاركات الإنسانية اللي ممكن يقوم بيها الإنسان إنه هو يشارك بوصلة مياه وصلة مياه بتكون فريقة في حياة أسرة بالكامل أسرة بالكامل حياتها بتتبدل وتتغير من حال لحال بعداد مياه أو وصلة مياه وده الحياة اللي بتاسع عليه مؤسسة نبض الحياة من سنوات مؤسسة نبض الحياة النهاردة بتعلن عن الرقم عن الإنجاز عن العدد اللي وصلت ليه النهاردة سبع تلاف وصلت مياه وصلت في الأماكن الأكثر احتياجاً لأهلينا وده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل أهل الخير من حضراتكم من بداية تولي مؤسسة نبض الحياة هذا العمل وهي لم تتوقف في البحيرة والغربية والشرقية والسكندرية والجيزة وإنا ولا زالت مؤسسة نبض الحياة مستمرة في كل الأماكن الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً تغطي وتلبي احتياجهم بوصلة قيمتها خمس تلاف جنيه خمس تلاف جنيه قيمة الوصلة الوحدة ولكن أجرها عند ربنا سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة يا من تساعد في إيصار المياه لمن ليس عندهم ماء بوصلة أو غير ذلك أتعلم أنك تحيي نفوساً؟ أتعلم أنك بإحياء النفوس يحيي الله نفسك ويزيل عنك الهم والله يا رب يسقيكم من أنهار الجنة يا رب كل واحد كان ليه نصيب في وصلة من الوصلات دي عشان إخواتنا الطيبين دول يعني حضرتك قلت في بداية كلامنا أنه فيه أفضليات أو ربنا بيفضل بعض الأماكن بعض الأيام أو شهور حتى البشر فيه تفاضل بين البشر أه ففي الأيام الطيبة دي دي أيام أعتقد من أفضل الأيام عند رب العالمين العشرة الأوائل من ذو الحجة وفيهم كل الأعمال بإذن الله سواء مضاعف زي سقيا الماء أو زي الوصلات دي بالذات فهو إحنا لازم نعتقد أن الأيام دي أفضل أيام يعني إيه مش تظن كده لا أنت لازم تعتقد النبي عليه الصلاة والسلام قال كده ما من أيام العمل الصالح فيه أحب لله من هذه العشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقوله لما الصحابة يسألوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني واحد قدم نفسه وماله مرجعش هو ده اللي ما فيش هيساوي حد يعني أو عمل من الأعمال إلا نفس العمل ده فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة ربنا أنه هو ترك لنا باب العمل الصالح ما قال لناش إيه نوع العمل اللي أنت تتقرب بين ربنا سبحانه وتعالى في الأيام دي بالتالي بقى الإنسان يبدأ يفكر طب في غير الأيام دي إيه الأعمال المحببة إلى الله يعني الأيام دي نفسها محببة والعمل الصالح محبب فيه طب في غير الأيام دي إيه العمل الصالح اللي ربنا بيحبه فتلاقي أنه سقي الماء وصدقة سقي الماء والصدقة بصفة عامة يعني لكن سقي الماء تحديدا لا خصوصية عند ربنا سبحانه وتعالى وعند سبنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الخصوصية دي إذا كانت الخصوصية دي في الأيام العادية فما بالك بالأيام دي يبقى عاملة إزاي احنا النهاردة لما أساهم في وسطة مايو وتكتب في مأزان حسنيتي صدقة جرية في هذه الأيام بتطلاف عند ربنا أدي الله سبحانه وتعالى لما امتدح نعيم أهل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير إسان أول صفة الله سبحانه وتعالى ذكرها في الجنة أن فيها إيه فيها مية الجنة طبعا إحنا أصلا محتاجين هذا الوصف ده معنى كده المية مهمة لدرجة إيه درجة أن حتى الجنة فيها مية يعني لا يستغن عن الماء في الجنة نفسها أي وربنا سبحانه وتعالى لما يذكر النعيم أهل الجنة يسني بهذا الأمر أو يقدم هذا الأمر ماء غير آسن مية ما فيهاش مشكلة مشاكل صحية مية مش معطبة مية مش ركدة طب إحنا دلوقتي لما يكون إحنا عايزين ده الجزاء من جنس العملان لما وفر لحد من أهلنا مية جارية جارية أيوه الحنفية دي مية جارية جارية أيوه أيوه متجددة يعني أه ده أنا مش بقولك أنت هبتجيب لهم جيركن مية تحطولهم في البيت ده أنت بتوصلهم وصلة مية أو بتساعدهم يكون عندهم وصلة مية المية تبقى شغالة في البيت جارية في البيت فالله سبحانه وتعالى يجري لنا أنهار تجري من تحتها وإنك بتوفرهم برضو وصوب للراحة يعني بدل ما شقة أن سيدة كبيرة مثلا في العمر تروح تملة ولا ست مثلا عندها أطفال ولا بتاعه وتروح برضو تسيبهم أنت دخلت في عبادة تانية التيسير على الناس أيوه الله عبادة أنك أنت فرجت كربه والنبي صلى الله عليه وسلم مش إحنا دلوقتي في أحب الأيام إلى الله أيوه والأعمال الصلاحة فيها محببة أيوه طب اسأل بقى عن أحب الناس إلى الله مين طب أحب الأعمال إلى الله إيه مدام دي أيام يبقى أنت تجمع بين تجمع بين الثلاث حاجات وجبر خاطر ده أنا أقول لحضرك تجمع بين ثلاث حاجات في الأيام أحب الأيام إلى الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أي نفع الناس بتقدمه للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم تطرد عنه جوعا تكشف عنه كربة تقضي عنه دينا كل دي أعمال الله سبحانه وتعالى يجعلها في موازين حسناتك أنت خائلة أنه وصلت في المياه دي جمعت كل ده أنت قضيت عنه شلت عنه همب كبير جد خلاص فرجت عنه أدخلت أنت بتشوفي حضركك الفرحة بتاعت الناس اللي بتخلوه بوصلة طبعا عاملة إزاي بتسمعي من نفسك الزغريت تبع عاملة إزاي هي ده سرورة مش سرورة سرورة طبعا سرورة على الكبير والصغير والرجل والمرأة يعني أنت أدخلت السرورة يعني تقريبا كده على المنطقة يسطر كمان لأنك برضو فكرة أنك تسطر واحدة من أنها تطلع تشيل وتملأ يعني حط بصلا أنظرها بتاع أنت سترها في البيت وما بالتيسير برضو من يسر يسرت عليها يسرت عليها أنها تكون فيه مشقة أنها تحمل الماء ما هذا تيسير أن هذا الدين يسر أنت عملت أمر من أمور الدين يعني أو خصلة من خصال الدين التيسير على الناس طب إيه تاني ممكن أن يكون عملته تاني أن أنا أعنت هذه الأسرة أنه هم بدل ما يكونوا بينتظروا أنه هم يروحوا يملوا من حد من جرانهم أنه هم كمان أنه هو مش بيستغني بس ده هو كمان بيوزع الخير ده أنت أعنته أنه هو يقدم عمل الخير فحتاخد سعوبه سعوبه هو بيعمله أنا فاكر مرة من المرض وإحنا كنا لما كنا بنوصل الوصلات المية دي فلقينا بيتمن البيوت واحدة حطة برميل في ظهر الباب وامطلعها حنفية فهي بتملى البرميل ده بنفسها بتروح تملى بستل مية وتملى وعمل حنفية أي حد يعدم الطريق ما عندهاش حنفية خلا ما يكون عندها حنفية يا سلام وبأكد تاني على حضراتكم ما هو الأيام الطيبة دي زي ما مولانا قال نكثر فيها من أعمال الخير ويعني ما فيش أفضل من فكرة كل المعاني الحيوة اللي قلناها في وصلة المية اللي مش هتكلفك والله تمن غد وعظومة غد كده هتعملها لحد فربنا يصر لكم أيامكم يا رب ودي صدق جارية 15 740 ده الرقم الساخن لمؤسسة نبض الحياة ربنا بيدلنا على الطريق بلاش نتلكع باشكر حضرك مولانا شرفتنا وأنستنا الله يكميك أصدنا شكرا ووصول الله حضرك والسادة المشاهدة للأسف الفقر خلصت والحلقة كمان خلصت استنوني دايما على قناة تن وبنت البلد السلام عليكم شكرا لكم